مزيد من الضغوط الغربية على روسيا على خلفية التوتر مع أوكرانيا وقضية المعارض الروسي أليكسي نافالني المضرب عن الطعام منذ أسابيع فبعد تهديد واشنطن لروسيا بعواقب وخيمة في حال توفي نافالني في السجن أعلن الاتحاد الأوروبي أن السلطات الروسية لم تستجب لمطالبه بشأن نافالني الذي يسوء وضعه الصحي في المعتقل بالأمس نشرنا بياناً مشتركاً للدول الأعضاء السبع والعشرين في الاتحاد الأوروبي نطالب فيه السلطات الروسية بتوفير رعاية الصحية لنافالني إذ هي المسؤولة عن سلامته سفرت إلى موسكو منذ فترة للنظر في هذه القضية لكن لم يستجيبوا لطلباتنا ووضع نافالني ساء وفيما دعا أنصار نافالني إلى احتجاجات في أنحاء روسيا حذرت الشرطة الروسية من أنها ستتصدى لأي محاولات للمساس بالأمن في إشارة لعزمها التصدي للاحتجاجات كما أعلنت إدارة السجون الروسية نقل نافالني للمستشفى لكنها أشارت إلى أن حالته الصحية جيدة وأنه وافق على تناول فيتامينات ورفض الكريم لإنتهديدات الدول الغربية مشددا على أن موسكو لا تقبل تصريحات من حكومات أخرى بشأن نافالني وبجانب ورقة نافالني هناك الملف الأوكراني ورقة أخرى من التوتر الغربي الروسي إذ يبحث وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي في اجتماع عبر الفيديو عددا من الملفات وفي مقدمتها التوتر الروسي الأوكراني سنناقش الوضع على الحدود الأوكرانية مع نشر القوات الروسية التي تجري تدريبات عسكرية الوضع خاطر جدا وندعو روسيا إلى سحب قواتها من الحدود الأوكرانية دعونا وزير الخارجية الأوكراني ليفسر لزملائنا الوضع هناك في المجمل العلاقات مع روسيا لا تتحسن بل بالعكس تتصاعد التوترات على جبهات مختلفة كان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرو طالب بتحديد خطوط حمراء واضحة تشمل عقوبات محتملة ضد موسكو وذلك عقب التعزيزات الأخيرة للقوات الروسية على الحدود الأوكرانية وأضاف ماكرو أن دول الاتحاد لن تقبل بعمليات عسكرية جديدة على الأراضي الأوكرانية